الآن سأقوم باستخراج بعض القواعد النحوية الآن كالمبتدأ المسكو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم اسم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم لطيبي اللام هنا حرف جر مبني لا محل له من الإعراب طيبي اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة من حرف جر مبني لا محل له من الإعراب الأطياب اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة القيمة نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الآن لو تأملنا أو استخرجنا أسماء موصولة الذي هنا في السطر الثالث اسم موصول الذي اسم موصول الآن هو ضمير رفع منفصل أقول هو سريع الهربي الآن هو ضمير رفع منفصل مبني في محر رفع مبتدأ سريع خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف الهربي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الآن أما بالنسبة للأفعال قال فعل ماض مبني على الفتح أقول ينتج فعل مضارح مرفوع وعلامة رفعه الضم يعرف فعل مضارح مرفوع وعلامة رفعه الضم الآن لو قلنا في المثال لا يجد الصيادون هنا لا يجد هنا لا لا نافية لا نافية والفعل المضارح والفعل المضارح بعد لا نافية تبقى حركته كما هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الفعل المضارح بعد لا نافية على عكس لا الناهية ولا الناهية والجزم فعل المضارع بعد لا النافية تبقى حركته كما هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة أما بالنسبة للجموع الأطياب جمع تكسير المتنافسون جمع مذكر سالم المطففين جمع مذكر سالم المصائد جمع تكسير الصيادون جمع مذكر سالم المصائد عفوا الصيادون جمع مذكر سالم الآن لو قلنا أسماء إشارة اسم إشارة لهذا ولهذا لا يجد الصيادون هنا لهذا اسم إشارة لو قلنا يا خامس كلمات تحتوي على تنوين تنوين أقول مسكن تنوين ضم خواف تنوين ضم سبيلا تنوين فتح تنوين فتح الآن الفقرة الأولى اجتملت على فكرة وهي أن مصدر المسك هو أي إيرون يعرف بإير المسك الفقرة الأولى اجتملت على أن مصدر المسك هو أي ييرون يعرف بإير المسك أما بالنسبة للفقرة الثانية انتباه يتجمع المسك في بطن هذا الإيل في كيس بحجم البرتقالة والذكور من إيل المسك هي وحدها مصدر المسك وبعد الصياد الإيل الذكر يستأصل هذا الكيس ثم يجفف في الشمس أو يغطس في زيت ساخن الآن هذه الفقرة تتحدث عن أين يقع الكيس ومكان وجود كيس المسك وماذا يفعل الصيادون في حالة استئصال هذا الكيس الآن هذا الكيس يوجد في بطن هذا الإيل هذا الكيس يوجد في بطن هذا الإيل وهو بحجم البرتقالة الآن أعزائي الطلبة المقصود بالكيس هو كيس لحمي كيس لحمي كيس لحمي يوجد في بطن هذا الإيل الآن أما بالنسبة لماذا يفعل الصيادون في حال استياد هذا الإيل وللأسف الشديد يا خامس بأنهم يقوم الصيادون بقتل هذا الإيل بطريقة قاسية لاستقصال هذا الكيس من بطنه الآن يستأصلون هذا الكيس ثم يجفف هذا الكيس في الشمس أو يغطس في زيت ساخن إذن يجفف في الشمس أو يغطس في زيت ساخن إذن الفكرة التي اجتملت عليها هذه الفكرة